أعلن المنسق العام للحوار الوطني دياء رشوان رفع توصيات ومقترحات الحوار الوطني المتوافق عليها لرئيس الجمهورية وأوضح المنسق العام أن ما تم رفعه للرئيس الجمهورية من توصيات ومقترحات يمثل فقط الموضوعات التي تمت مناقشتها والانتهاء منها بالتوافق في جلسة الحوار العام التي عقدت حتى الآن وأشار دياء رشوان إلى أن مجلس الأمناء سيصدر لاحقا بيانا مفصلا بكل ما تم رفعه لرئيس الجمهورية ليكون تحت نظر الشعب المصري بجميع فئاته وأضف رشوان أن الحوار بجلساته العامة والمتخصصة مستمر بالانقضاع خلال الفترة القادمة لمناقشة باقي الموضوعات وجدد شكر وتقدير مجلس الأمناء الرئيس السيسي على استجابته الفورية لمخرجات الحوار بإحالتها إلى الجهات المعنية للدولة